أطلق مركز الحبطور للأبحاث مبادرة الحبطور للحفاظ على اللغة العربية وذلك لتصليط الضوء على التهديدات الأمنية والسياسية الناجمة عن تراجع استخدام اللغة العربية ونعكاسات ذلك على بقائنا كعرب تهدف المبادرة إلى التخطيط لحزمة من السياسات والمقترحات التي تهدف إلى الحفاظ على اللغة العربية وترسيخ وجودها وبقائها وبقائنا استنادا إلى دوره كمركز فكر عربي متخصص في الإنذار المبكر واستشراف التحديات والمخاطر أطلق مركز الحبطور للأبحاث مبادرة الحبطور للحفاظ على اللغة العربية لتصليط الضوء على التهديدات الأمنية والسياسية الناجمة عن تراجع استخدام اللغة العربية ونعكاسات ذلك على بقائنا كعرب بمنتهى البساطة عرب بلا عربية ليس المقصود منه الصرف والنحو هو المقصود منه رفع مستوى وسقف الوعي أن اللغة فيه خطر واللغة فيه خطر إذن الهوية فيه خطر المبادرة تطرح تساؤلا تحذيريا هل يمكن أن يكون هناك عرب بلا لغة عربية وتقدم مبادرة نظرة شاملة ومتعددة الجوانب للقضية بهدف التصدي لتدهور أوضاع اللغة العربية في مجتمعاتنا العربية الحقيقة أن احنا أول دور لك كمركز هو أنك أنت تطرح التساؤل الصح في توقيت صح فهو قد يكون طرح التساؤل هو الإنجاز الأكبر في الوقت الراهن أنك بتلفت النظر للمشكلة احنا عملنا زي دراسة مبدئية للمؤشرات اللي بتخيص اللغة ودرسنا أوضاع اللغة حللنا استطلاعات الرأي وهنعمل إحنا كمان استطلاع رأي عن اللغة العربية في الوطن العربي وموقفها عامل إزاي حاول أن احنا من خلال مركز الحبطور الأبحاث أن ندق نقص الخطر لصناع القرار للأضايا اللي بتهم الوطن العربي أو بتهم المجتمعات العربية بتاعتنا السنة اللي فاتت كان في الافتتاح بتاعنا تناولنا قضية أهمة جداً قضية التحديات اللي بيشكلها الزكاء الإصطناعي السنة دي شفنا أن موضوع اللغة العربية أحد أهم الأولويات اللي متعلقة بالوطن العربي ومتنا العربية واللي بتأثر بشكل كبير جداً على هويتنا وتهدف المبادرة في نهاية المطاف إلى التخطيط لحزمة من السياسات والمقترحات التي تهدف إلى الحفاظ على اللغة العربية وترصيخ وجودها وبقائها وبقائنا